نذكر بعجالة بما رأينا إلى حد الآن في هذه الوحدة الثانية بعنوان النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل رأينا أولا خصوصية النظرة الأخلاقية للعمل خصوصية النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل ثم رأينا ثانيا أخلاق العمل في الإسلام بشكل عام وبشكل موجز ودقيق ثم في العنصر الثالث رأينا أخلاق العامل في الإسلام والآن سنرى رابعا العنصر الرابع والأخير أخلاق رب العمل في الإسلام طيب لم يترك الإسلام في واقع العمر ظاهرة العمل بشكل عام إلا وأتى على جميع عناصرها وجميع المتدخلين فيها وجميع الفاعلين فيها فهو قعدها قعد الظاهرة بشكل عام بنظرية أخلاقية دقيقة وهو ما رأيناه في العنصر الأول حول النظرية الأخلاقية الإسلامية للعمل ثم قعد شخصية العامل بمجموعة من القواعد مجموعة من الاشتراطات مجموعة من الصفات والقيم الأخلاقية ثم قعد ظاهرة العمل والعامل والآن صاحب العمل في الإسلام باختصار شديد طبعا كي نختصر في هذا الشرح وكي لا نطيل في التفاصيل نحن لخصنا حاولنا تلخيص أخلاق صاحب العمل في الإسلام ما هي أهم للشرطات؟ طبعا الشرطات كثيرة ولكن أهمها من وجهة نظرنا هي أن صاحب العمل طبعا رب العمل من يكون في مؤسسة إنتاجية هذه المؤسسة الإنتاجية يمكن أن تكون صناعية أو زراعية أو غيرها أو مؤسسة خدمية تقدم خدمات أو مؤسسة تجارية معينة فالمؤسسات أو حتى يكون شخصية طبيعية يعني يستعين أو يستعين أو يستعين عاملا عاملا ما أو مجموعة من العمال فيكون هو في تلك اللحظة رب عمل فإذن رب العمل من هو هو كل من يمتلك العمل ويوظف من أجل إنجازه مجموعة من العمال فهو إذن رب عمل وطبعا رب العمل هناك تراتوبية طبعا في هذه المؤسسات هناك رب عمل مباشر هناك رب عمل غير مباشر هناك رب عمل رئيس هناك رب عمل مساعد فإذن رب العمل هو كل شخص له مسؤولية على إدارة العمل فهو إذن بدرجة ما أو بشكل ما هو رب العمل لأن فيه عنده لديه مسؤولية في هذا العمل مسؤولية حول مسؤولية إدارية مسؤولية إدارية للعمل عادة هو الذي يخطط ما يجب إنجازه وهو على الأقل دعنا نقول يحدد الأهداف التي ينبغي للعمل أن يصل إليه هذه مهمة رب العمل وهو المسؤول على يعني إعطاء مقابل بالأساس مقابل لأن العلاقة هنا هي علاقة ماذا؟ هي علاقة خدمة هي علاقة تبادل للخدمة يعني أعطيك مجهودي سواء كان فكري أو عظلي وتعطيني في المقابل مقابل مادي أو مقابل نتفق عليه أما في الأغلب يكون مقابل مادي فهذه العلاقة علاقة تبادل للخدمة طيب هذا صاحب هذا المسؤول عن العمل ما هي أخلاقه؟ هل ترك الإسلام هكذا يعني رمله الحبل على الغارب كما يقال؟ أم نظم سلوكه ونظم له أخلاقه؟ بالفعل لو نلاحظ الأنظمة القانونية للعمل المعاصرة سنجد أن الإسلام ينافسها وربما أحيانا قد نقول أنه يتفوق عليها من الجهة التنظيمية العقود ما نتحدث عن العقود بالشكل القانوني في الدول المعاصرة هل الإسلام أيضا بدوره ضمن جميع حقوق الجميع؟ نعم بالدليل انظر معي أخلاق صاحب العمل يجب عليه أولا أن يراعي العاملين وأن يؤدي حقوقهم هذا بشكل عام التفصيل هنا تفصيل طويل وكثير فيه ثانيا لا يكلف العامل ما لا يتيق في حديث نبوي يقول إذا كلفهم ما لا يتيق يكلف العامل ما يتيق فعليه أن يساعده عليه وفي من مأثورنا أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يترك العمال يستريحون ويعطوهم وقت راحة ويقول إنه هذا يحقهم حقهم هذا الوقت وقت الراحة فتخيل معي هذا التفكير وهذه المعقولية هذا التفكير وتقدمية هذا التفكير في ذلك العصر أيضا يعطي الأجير أجره حسب الاتفاق وقبل أن يجف عارقه حسب الحديث النبوي الشريف يعطي الأجير أجره حسب الاتفاق يعني أنا اتفقت معك على أساس أني أعطيك جهدي مقابل مثلا مبلغ معين من المال فلا يجوز لك إذا أديت عملي وفق المواصفة المطلوبة أن تحريما من هذا الأجر الذي وعدتني به مهما كانت الأسباب وراء ذلك لأنني أجير ومسؤول فقط عن عملي لست مسؤولا عن أشياء أخرى ربما تتجاوز حدود الاتفاق إذا ما كان أدائي مناسبا لذلك الاتفاق فإن الأجر يجب أن أخذه كاملا وهذا طبعا نجده متضمن في العقود القانونية المهنية في العمل المعاصر في الدول المتقدمة هذا أيضا انتبه له الإسلام وحدده بشكل دقيق آخر هذه الاشراطات أن على رب العمل أن يتجنب الاستغلال والمنافسة غير الشريفة تجنب الاستغلال استغلال العمال واضح الآن ربما حتى نتحدث عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعي حتى هذا أيضا من الأشياء التي يدعون الإسلام إلى تجنبها كذلك المنافسة غير الشريفة لأنها جزء من مسؤولية صاحب العمل إذن هكذا نكون قد أتينا بهذه الشروط الأخيرة الملخصة الحقيقة لأننا لخصناها بشكل موجز جديد شديد تيسيرا على المتابع وتيسيرا على طلابنا الأعزاء حتى يتمكنوا من الإجابة بشكل سهل وبشكل دقيق عن سؤال ما هي أخلاق صاحب العمل في الإسلام هي تقريبا أبرز هذه الأخلاق أو القيم الأخلاقية في هذه الأربع كل ما الباقي هي كثيرة جدا يكيد جدا ولكن كل الباقي نراها تفصيلية مهمة ولكن يبدو لنا أن هذا هو الأهم من جملة كل تلك الأشياء المهمة إذن بهذا الشكل ننتهي من الـ Unit 2 أو الـ Chapter 2 أو الوحدة الثانية أو الفصل الثاني حول خصوصية النظرية الأخلاقية الإسلامية للعمل